والله ما عرفش أقول اليوم سيد السوداني أثار في فترة من الفترات أثار قضية تشكيل لجنة متعلقة بمناطق المتنازع عليها يعني الحكومتين وهي سوى الضجة كل شيء كبير وقالوا لها دولة الرئيس إحنا عدنا مشاكل أكبر من أن تتسوي لجنة متعلقة خلحنا المشاكل عالقة وبعدين نرجع على المواضيع الخلافية فهذا اليوم هل ستبقى هذا المواضيع معلقة إلى أي مدى أو أي دهر يبقى الموضوع معلق هو أستاذة لأنه الدستور العراقي يعني بالمادة 140 استخدم مصطلح دولي شنو يعني مصطلح دولي يقول المناطق المتنازعة لها هذا مصطلح دولي وهذا من النقاط التي تحتاج إلى تعديل بالدستور إحنا يعني علاقة المركز بأقليم كردستان هي علاقة فدرالية يعني أقليم مركز لا يستخدم مصطلح مناطق متنازعة إنما يقول مناطق مختلف عليها ما يقول متنازعة المتنازعة بين الدول لهذا التشكيل اللجنة من قبل دولة رئيس فجل السوزر الأستاذ محمد الشيعة السوداني أنا برأي إيجابية جدا ليش أستاذني؟ لأنه تحتاج إلى أن تحدد يعني من الموصل إلى مندلي أو خانقين أو ربما واسط هاي المناطق هي كلها مناطق محاذية مناطق خليط وهذا يعني مثلا كاركوك كاركوك يا أستاذ كاركوك أكثر المناطق أنا برأيه هي تحتاج إلى حل إشكاليتها هي كاركوك مثلا الشي تقول هاي المادة بين الاربعين تقول الإحصاء والتطبيع والإحصاء والاستفتاء وتحديد إرادة الناخبين وتحديد إرادة الناخبين طيب آني آني هسا أسأل شنو يعني تحديد إرادة الناخبين انت ليش يا أخي بالنصوص الدستورية هاي هالنصوص اللي بيها عوار ومعرة ومثالب ومثالة عن إجراء استفتاء في هذا المدينة أنا أعرف إذا مثلا هذا المدينة كاركوك يليد ينظر للإقليم ويقوي لهم أنا أعرف أستاذ ريبوار هاي قانوني وشغلي أعرف هذا الشي قصد لكن انت ليش تخليها حمالة يقول تحديد إرادة الناخبين فيه أما يصيرون أقليمي لوحدهم أما ينضمون لأقليم كردستان أما يبقون مع الحكومة التحدي يا شنو انتدى حددت هذا بالنص لماذا المطاطية؟ هذا الدستور لا أختي العزيزة هذا الدستور مية وأربعة واربعين مادة مية وأربعة واربعين مادة قليلي يا مادة ما بيها مشكلة أنا هسا أضرب لك أمثلة على مشاكل الدستور العراقي يحضر الحجز شنو يعني يحضر الحجز حجز الأشخاص لو حجز الأموال يا أخي كمل العبارة كملها انتخاب رئيس الجمهورية المادة 70 انت ليش تخلي انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج ثلاثين ليش خليها على 59 عن مادة 59 غلبية مطلقة حتى ما تصير هذه المشاكل عندك في التطبيق لهذا تشكيل هاي اللي جان من قبل رئيس الجلس الوزراء إيجابي جدا حتى يسهل حتى يمهد حتى تنطي مخترحات للتعديل حتى يقول لنا شنو اللي يحتاج إلى بس يقولون هذا ضغط متفق عليه من قبل حكومة الأقليم وحكومة السيد السوداني من عجل يعني بالمفردة مثل ما يقولون استحواذ الكرد على كاركوك بسبب ثرواتها مو يعني مثل الكرد أو العرب لأ هو إن صلب المشكلة هي كاركوك أستاذ عيني هو يقول لك تطبيع هو إحصاء واستفتاء تحديد هذين الأربع خطوة شنو يعني التطبيع شنو التطبيع يعني عودة المهاجرين والمهاجرين هذا التطبيع هذا المفادر الغريبين المرحلين المرحلين وتعويض المتضررين طيب هاي نتيري منها الإحصاء أي إحصاء يحتمد يا أخي ما هي هاي التفاصيل اللي هو ده يبحث عنها أي إحصاء يحتمد هو أستاذ يعني يمكن من ناحية آلية التنفيذ سيادة النار أنا مجرد أطرح وجهة نظر لا لا أنا بس أقول يا إحصاء يحتمد إذا أردنا نضع فهو ده يبحث عن لجنة تحل له هذه الطلاصم طيب استفتاء استفتاء شلون يجري استفتاء وهو ما محدد إلما تتبع يعني هل هذا العقلي هل هذه الحكومة التحادية نسبة سكان الكرد هو أصلا استفتاء على هذا الموضوع أنا من مناطق أنا جاء من مناطق من شهربان فأعرف شنه جلولة شنه سعادية شنه خانقية اللي بيها خليط 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 يعني فأنت يحتاج تفك هاي الاجتباقات شكرا لكم شكرا لكم